في الوقت الذي يستمر فيه الحوثيون في تهديد الملاحة في البحر الأحمر بل ويعدون العد لتصعيد هجماتهم ضد السفن في هذا الممر الماء الحيوي المهم كشفت مصادر يمنية بأن واشنطن تبحث عن حلول دبلوماسية لإعادة الأمن إلى المنطقة وبعد أن اعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية لردع الجماعة الموالية لإيران مع تكثيف هجماتها ضد معاقيلها في اليمن أفدت مصادر يمنية بأن المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ يعتزم تقديم عرض للحوثيين برفع اسم الجماعة من قائمة الإرهاب مقابل وقف هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ويرى مراقبون بأن هذه التصريحات تكشف حجم التناقض في تعامل واشنطن مع الحوثيين الذين يحاربونهم في العلن ويعيدونهم بصفقات عبر القنوات الدبلوماسية نرحب بضيفين من القاهرة الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور عبد الملك اليوسفي وينضم إلينا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شمايرر سيد اليوسفي من الواضح بأن الحوثيين استطاعوا أن يضغطوا بما يكفي لجعل تيم ليندر كينغ يقترح رفع اسم الحوثيين عن قوائم الإرهاب كيف تنظر إلى هذا القرار الأمريكي؟ بداية التحية وتقدير لك أختي وأستاذة فضيلة وللضيفك وللمشاهدين الكرام هو لا نستطيع نقروها أن ذلك نتاج للضغط الحوثي مبدئيا هذا الخبر الذي نقل عن بلومبرغ هو ليس قرارا حتى الآن ولا يمكن البناء عليك تعبير رسمي بالأمس كان ليندر كينغ يتحدث بوضوح أن عملية السلام في الوقت الحالي في اليمن لا يمكن أن يكون الوصول عليها مستحيلا ما دامت ميليشيا الحوثي تهاجم في البحر الأحمر كان يقولوا أن أمريكا تدعم عملية السلام في اليمن بشرط أن تتوقف العملية في البحر الأحمر لكن لم يرد وكان ذلك تعبيرات رسمية وتصلاحات رسمية من ليندر كينغ وكون الأياد المرتعشة التي تحكم القرار الشرق الأوسط في البيت الأبيض وأولئك الذين كانوا يعملون في الشرق الأوسط من الذين أصبحون في دين ومؤثرين في ملفات الشرق الأوسط وكانوا على تواصل مع إيران ومع أدوات إيران في المنطقة ما زالت تلقي بظلالها المسألة ليست قوة من الحوثيين ولا قوة من إيران المسألة هي اختلال داخلي في الإدارة الأمريكية خلافات عميقة في الإدارة الأمريكية بين الديمقراطيين أنفسهم ضغط كبير من الجمهوريين في تفسير للمسهر أن هناك حالة من الإضطرار سيد اليوسفي لكن لابد أن تعترف أن الحوثيين قلبوا ميزان القوى في البحر الأحمر وفي الملاحة الدولية في الأشهر الخمس الماضية على الأقل لا يمكن أن تقول بأن الأمر هو لا علاقة له بقوة الحوثيين بقدر ما هو يعني عدم وجود قرار في الإدارة الأمريكية أختي أستاذ فضيل أتفق معك في جزئية من هذا ولكن لا بد من تعديل لهذا الكلام الحوثي استطاع أن يمارس الإرهاب بأبشع صوره وبأعلى درجات الإرهاب هذا المسألة متفق عليها استطاع أن يوقف حركة التجارة الدولية إلى أقل من النصف في البحر الأحمر استطاع أن يهدد مسارات التجارة الدولية لفترة طويلة استطاع أن يجعل البحر الأحمر بؤرة ساخنة استطاع أن يعسكر البحر الأحمر استطاع أن يجلب قوات صديقة لإسرائيل للبحر الأحمر استطاع أن يجعل من البحر الأحمر ثقنة قابلة للإنفجار في أي وقت نعم نعترف أن الحوثي استطاع ذلك ولكن دعيني أعود إلى الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي هو ليس القصة هناك إشكالية في صناعة القرار الأمريكي هذه هي الإشكالية هناك تخبط وضبابية في الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع هذا الإرهاب يوم تقول نصنف إرهاب يوم تقول نعمل عزبالية عسكرية يوم تقول نعمل السلاح ويوم نتشوف كلام مختلف هذا الاضطراب في الرؤية الأمريكية ألقى بظلالة لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحشد التحالفات المقنعة وفق القانون الدولي من أجل القضاء على هذا الإرهاب أو على حناية الملاحة الدولية كما أعلن لحرس الإزدهار دعني أدب إلى السيد ريتشارد شمايرر الذي له وجهة نظر أخرى يتبنى موقف ليدر كينغ على ما يبدو لماذا يا سيد شمايرر ترضخ إدارة بايدن للإرهاب لماذا هذه الضبابية كما كان يصف السيد اليوسفي وهذا التخبط لدى صانع القرار في البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية ردت على إرهاب الحوثيين وعلى هجماتهم في البحر الأحمر إلى جانب عدد من الحلفاء وأخيرا الحوثيون لم يعودوا يكثفون هجماتهم كما كانوا يفعلون قبل بضعة أشهر والولايات المتحدة الأمريكية عندما تحدثت قبل السابع من أكتوبر عن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب كان الحوثيون يحاولون أن يعججوا الحرب الأهلية والحوثيون بدأوا يهاجمون البحر الأحمر بعد السابع من أكتوبر تدامنا مع الفلسطينيين في غزة كما قالوا وهم يريدون إقاف الحرب واعتقدوا أنه إذا توقفت الحرب ستتوقف ذريعة الحوثيين وأرى أنه لا يجب أن نعطيهم هذه الذريعة ولذلك سيد شمايرر سيد شمايرر أعذرني على المقاطعة سألتك عن موضوع مختلف تماما حضرتك لا تجيبني على السؤال هناك مصادر أمريكية تتحدث عن أن تيم ليندر كينغ اقترح على الحوثيين رفع اسم الحوثيين عن قوائم الإرهاب هذه حقيقة على ما يبدو سألتك لماذا تردخ الولايات المتحدة لهذا الإرهاب يعني لهذه الدرجة ليس هناك قرار أمريكي منذ أشهر قليلة تم وضعهم وإعادتهم على قوائم الإرهاب الآن هناك مرة أخرى اقتراح برفعهم عن قوائم الإرهاب أي قرار هذا؟ هذا الاقتراح مبني على شروط ودروف والشروط هي أن يتوقف الحوثيون عن الهجوم على السفون في البحر الأحمر كلنا نريد من الحوثيين أن يتوقفوا عن التهجم والهجوم على البحر الأحمر والذي قدم لهم كمقابل هو إزالتهم من قائمة الإرهاب إذا أوقفوا هذه الهجمات أعتقد أن هذا قد يعيدنا إلى حيث كنا قبل السابع من أكتوبر وأرى أن هذا سيكون خطوة عقلانية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين سيد ليوسف هي خطوة عقلانية من قبل الإدارة الأمريكية ما رأيك؟ أختي أستاذة فضيلة دعيني أقول لضيفك الكريم ترد عليها أنا أريدك أن ترد عليه أريدك أن ترد على السيد شمايرر سيد يوسفي ترد عليه استمعت لما كان يقول هو دافع عن هذا القرار نعم نعم أنا أريد أن أحدث ضيفك باسم القيام الأمريكية والدستور الأمريكي هل يمكن لأمريكا أن تسمح أن تأتي لداعش لتمارس الإرهاب من الداخل الأمريكي ثم تقول دعنا نتسامح إذا كان هذا المسألة عنده متاحة إذن نستطيع أن نذهب في هذا الحوار وفي هذا الإطار إذا كانت أرجوك أن تعيد السؤال إليه هل يمكن لمواطن أمريكي أن يسمح لداعش أن تأتي لتمفيد عملية إرهابية في الداخل الأمريكي ثم تأتي لتقول أننا ممكن أن نتعاطى ونتفاوض مع داعش بعد عمل العملية في الداخل الأمريكي أرجو لي الإجابة من ضيفك وبعد ذلك سأكمل ملاقة لك طيب أنا رح أعمل استثناء لأنه عادة لا أأخذ أسئلة الضيوف لأطرها على ضيوفنا ولكن أعجبني هذا السؤال من حضرتك يا سيد ليوسفي استمعت سيد شمايرر هناك مقارنة بين داعش والحوثيين هل يمكن أن تتسامح الأمريكيون مع داعش إذا قامت بعملية إرهابية على الأرض الأمريكية يريد منك إجابة سريعة أنا أرفض هذه المقارنة الحوثيون يمنيون والحوثيون يعيشون في اليمن وهم جزء من النظام السياسي اليمني والحوثيون يجب إدماجهم في أي جهود من أجل إنهاء الحرب الأهلية اليمنية وعندما كان هناك مسار سياسي كان يهدف إلى ذلك قبل السابع من أكتوبر كان الحوثيون قد قرروا بعد السابع من أكتوبر أن يتضمنوا مع الفلسطينيين وبدأوا بالهجوم على البحر الأحمر بعد ذلك وضعناهم في قائمة الإرهاب واعتقدوا أنه سيكون من العقلان من جانبنا أن نقنع الحوثيين على التوقف عن مهاجمة البحر الأحمر ونعود إلى الوضع القائم الذي كان وأن نبزيحهم من القائمة الإرهابية ونعود إلى جهود نيندر كينغ سيد شمايرر سيد شمايرر ماذا عن إذن أنا أكمل المداخلتي أكمل 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 المداخلتي أستاذ الفضيلة أتفضل أنا رداً على ضيفك من واشنطن أنا أقول أنه سعد بن عاطف العولقي زعيم القاعدة في جزيرة العرب يمني وهو من قبيلة عريقة في شبوة دعونا نتعطى معه بهذا الأسلوب لكن سعد بن عاطف العولقي والقاعدة لم يفقر المنازل على رؤوس ساكنها سعد بن عاطف العولقي لا يملك صواريخ باليستية تهدد الأمن والسلم الدوليين سعد بن عاطف العولقي وجماعته لا يملك طائرات مسيرة أوقفت حركة التجارة الدولية ومارسة الإرهاب الدولي في أبشع صوره سعد بن عاطف العولقي وجماعته لا يملكون الغواصات المسيرة ويتمجحون ويهددون التجارة الدولية التي يصل إلى كل قيب أنا أقول لك سيد شنايدر أن الهيبة الأمريكية تهان في الشرق الأوسط بسببكم أنت وأمثالك في الإدارة الأمريكية وفي الداخل الأمريكي أنتم تهينون الولايات المتحدة الأمريكية نحن في اليمن لدينا مشكلة ومعضلة كبيرة نستطيع أن نتعامل معها لكن صدكم وخطوطكم الحمراء لمدة ثمان سنوات أوصلت الحوثي أن يتبجح عليكم أن تصبحوا مسخرة أمام العالم أنا أعتقد أن الناخب الأمريكي هو من سيعاقبكم الناخب الأمريكي الذي أهينت كرامته بلاجه الناخب الأمريكي آخر هم اليمن آخر هم الحوثيين يا سيد اليوسفي سيد اليوسفي الولايات المتحدة براغماتية الناخب الأمريكي يهمها الدولار يهمها الدولار اليوم يهمها الدولار ويهمها مصالحة أستاذ فضيلة التأثير على سلاسل الإمداد نعم نعم التأثير على سلاسل الإمداد الذي حصل بسبب الإرهاب العوثي وصل إلى كل جيب ومن ذلك جيب الناخب الأمريكي وبالتالي الناخب الأمريكي سيعاقب هذه الإدارة وأنا أقولها وأتوقع وأكرر أن مرحلة ما بعد بيدن ستكون ليس كما قبلها الآذي المرتعشة والذي يحصل الآن في داخل الإدارة الأمريكية صدقوني الداخل الأمريكي مليء بالتناقضات الآن هناك الصراع عنيف بين الديمقراطيين أنفزهم بسبب هذا اللومي المعادي للعرب الذي يقف مع الحوثي لأن لديه مشكلة إيدولوجية مع العرب هو لا يقف مع الحوثي لأنه يرى الحوثي جيد الحوثي هو إرهابي لكنه يقف لأنه يعتقد أن الحوثي آدات من أجل تنفيذ الأجندة المعادية للعرب وكأنك تشير إلى فوز أو إمكانية فوز ترامب أنت حسمتها قبل أشهر سيد اليوسفي بالتأكيد هذا غير مؤكد هناك مفاجآت قد تحدث نحن ننتظر للخامس من نوفمبر عموما نذهب مرة أخرى لسيد شمايرر سيد يوسفي انفعل بسبب ازدواجية المعايير الأمريكية بسبب تخبط القرار الأمريكي داخل البيت الأبيض بسبب سياسة الرئيس بايدن والديمقراطيين ويقول لك بأن ذلك سيجعل الرأي العام يعاقب هذه الإدارة هل تعتقد بأن هذا النوع من القضايا يمكن أن يؤثر داخليا في الانتخابات لا أعتقد أن القضية اليمنية بحد ذاتها ستؤثر على الانتخابات لكنني أرى أن القضايا الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط ستكون جزءا من النقاش في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة وخصوصا غزة والوضع في إسرائيل ولبنان هذه قضايا ستكون داخلة في النقاش وإلى حد ما قد يكون هناك نقاش بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لكن بشكل عام أرى أن مقاربة إدارة بايدن تقوم على مواصلة تعقب داعش حيثما وجدت وذلك يشمل داعش في شبه جزيرة العربية وفي نفس الوقت محاولة مساعدة اليمنيين لإنهاء الحرب الأهلية وأعتقد أنه لا يمكن إنهاء هذه الحرب دون إدماج الحوثيين في تسوية سياسية وأرى أن هذا ما دفع ليندر كينغ يقدم اقتراحه أتمنى من ضيفي فقط الإطلاع على نتائج الاستطلاع الذي أجريناه وطرحنا تساؤلا عبر منصاتنا على مواقع سكاي نيوز عربية سألنا هل بدأت واشنطن بمغازلة الحوثيين عبر تلميحها إلى إمكانية إلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب جاءت الإجابة على النحو التالي 86% قالوا نعم بينما صوت 14% بلا إذن سيد اليوسفي أغلب من صوتوا على هذا الاستطلاع يعتقدون بأن الولايات المتحدة فعلا تغازل الحوثيين لو حدثت هذه الخطوة في الأشهر المقبلة كيف سيؤثر على أي حل سياسي داخلي خصوصا وأن الحوثي قد يفهمها بأنه اعتراف به وبقوته على الأرض أختي أستاذة فضيلة الأمريكان ليسوا الفاعل الرئيسي في صناعة مسارات التسوية السياسية في اليمن نعم هم جزء من المجتمع الدولي ولديهم تأثير في إطار المجتمع الدولي لكن الفاعل الرئيسي في صناعة التسوية السياسية في اليمن هم اليومنيون أنفسهم هم الأشقاء في دول الجوار في المملكة العربية السعودية في الإمارة العربية المتحدة ومجلس التعاون القليقي ومن ثم يأتي دور المجتمع الدولي وبالتالي لا نستطيع أن نقفز لنقول أن تأثيرات الإدارة الأمريكية سترسم مسارات التسوية السياسية في اليمن هذه مسألة مهمة جدا لنبدأ أن توضع في الحسبان أما المسألة الأخرى فأقول لضيفك أن القيم لا تتجزأ القيمة قيمة إذا حصلت قريمة سرقة من شخص وحصلت قريمة سرقة من شخص آخر بذات الظروف والتكييفات فيجب أن يطبق القانون على الجميع بحذافيره وفي إطاره أما الاختيار خيار وفقوس زي ما يقولون عندنا في البلد هذه لا تسمى عدالة الإدارة الأمريكية والقيمة الأمريكية تهان بهذه الأطروحات التي تتعاطى مع إرهاب سنلاحق داعش والقاعدة داعش والقاعدة إرهابيون نلاحقهم جميعا ونذهبوا بهم إلى البحر لأنهم إرهابيون طيب ماذا عن الإرهاب الآخر الذي يمارس الإرهاب بشكل أكثر فضاع قبل أسبوعين يا سادة يا سيدي إذا لم تكن مطلع جماعة الحوثي فقرت سبعة منازل على رؤوس ساكنيها مات منهم عشرين ماذا تسمي هذا؟ أنا أريد أن يهتز عندك ذرة ضمير أن يكون لديك ذرة ضمير هذه الجماعة الإرهابية القادمة من أحماق التاريخ وأحقاد التاريخ التي ما ظهر منها من الإرهاب والتأثير على التجارة الدولية إن ليس إلا رأس قبل القليد يا سيدي أنا أقوله ضيفكي في واشنطن النفط اليمني لا يصدر منذ أكثر من عام بنفس الأدوات التي تمارس بالإرهاب على التجارة الدولية هذه الجماعة التي تتبلطق وتمارس الإرهاب ثم تأتي وتقول لي كيوت يمني نحن أمام ظاهرة من الإرهاب يجب التعامل معها بهذا الأساس وصدقوني مهما حاولتم التقرب لهذه الجماعة فهي لا ترى إلا صناعة الموت لما عاش شعارها الموت وبالتالي الجماعة التي شعارها الموت مهما حاولتم صناعة قلود الثعابين في التعاطي مع هذه الظاهرة الإرهابية فإنكم لا تزيدوا الإرهاب قوة أما مسألة صناعة التسوية السياسية في اليمن فسيصنعها الأبطال القيادة السياسية الجمهورية اليمنية الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية ولمرة العربية المتحدة وهم قادرين أن يأتوا بالحوثي إلى طاولة المفاوضة صاغرا لتنفيذ الظروف لكن أولئك العابثون بالبيضة والحقر في الإدارة الأمريكية هم من يصنعون القوة للحوثي هم من يصنعون له البرمغاندا وهم من يعطلون عملية السلام في اليمن سيد اليوسفي صراحة أعجبتني طريقة دفاعك وتفاعلك للدفاع عن وجهة نظرك وخصوصا فيما وصفته بالكيوت أتمنى أنه سيد شمايرل فهم ما تعنيه وأعتذر لي أنه لم أستطع أخذ رأيه على الأقل في نصف دقيقة لأنه الوقت دهمنا شكرا جزيلا لك سيد ريتشارد شمايرل وأيضا الدكتور عبد الملك اليوسفي شكرا جزيلا لكما